مشي فيتوريا من منتخب مصر وبعدها مشي فيتوريا حملنا فيتوريا إنه أخطأ أخطأ كبيرة في كاس الأمر الأفريقية اللي فاتت بس قلنا كمان إن المنظومة في مصر كرة القدم في مصر محتاجة كثير من التطوير عشان كابتن الحسام نقول إنه هو ينجح بإذن الله ينجح يعني هو جهازه المعاون محتاج إيه؟ محتاج إيه عشان نقول راجل ده خد الدعم الكافي وكل سبل النجاح عشان يقدر ينجح بشغله الفني رقم واحد اللي أنت كنت هتوفره كالتحاد كرة للأجنبي ووفره لكابتن حسام عشان ليه؟ عندنا قاعدة مش في التحاد الكرة حتى في الأندية تيجي تجيب الأندية تيجي تجيب مدير فني أجنبي يدلو اللي هو عايزه والأرقام اللي هو عايزها باللايحة اللي هو عايزها باللعيبة اللي هو عايزها بكل حاجة تتهيأ له كل الإمكانيات متاحة يجي المدرب المصري يتقلق قص إحنا معناش قص الظروف عندنا قص اللايحة هنا مش هنتسمع عصة مش هنقدر نجيب باللعيبة نفس الكلام ده يعني بينطبق شوي على المنتخب الأول أن أنت وفر الإمكانيات اللي أنت كنت تقدر توفرها مع المدير الفني الأجنبي وفرها لكابتن حسام حسن وجهازه عشان ما يبقاش في حد يقدر يقول أنه النهاردة إن شاء الله نبارك له على النجاح وعلى اللي جاي كله يبقى للكرة المصرية فيه خير وفيه تفاؤل وفيه حاجات كويسة إيجابية فإن شاء الله تبقى الأمور ماشية في أمورها الطبيعية ما توفر كل الاحتياجات اللي هيتطلبها كابتن حسام حسن من معسكرات من أدوات من المتشاط اللي محتاجها الفرق اللي هيلعبها كل ده ما تقدر أنت كمجلس ودارة اتحاد الكرة توفره لأ هيبقى فيه نسبة كبيرة لشكل النجاح في الكرة المصرية فيه كان بيحصل ده